تقوم مؤسسة أبو العنين الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز 1200 أضحية من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً يستهدف التحالف الوطني دعم الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والأكثر احتياجاً وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي النهار ده أول يوم إن شاء الله توزيع اللحوم طيب أحبنا عشر تيام جاهزي الموسم دبحنا تقريباً 700 عجل وإحنا متراجعتين 1200 عجل بيتم انتقاءها زبحها وفقر الشعر الإسلامية مع مراعات الهيجين أقصى درجات نظافة التنظيم حليك شوف طبعاً في المجازر جوه بيتم الدبح ويتم السرخ ويتم تشميع اللحمة في بلدي كده يعني ثم تغليفها باكينج تمام وضعها في التلاجات الحفز ثم بيحضر المواطن أو المستحق بيتم دخول بياناته على السيستم وتسجيلها بالقبول وبيحصف على طول موضوع منظم جداً وهو فيه أسر تام جداً لأهلينا طبعاً للخير مش في الجيزة بس في كل رحاق جمهورية مينيا، أسيوت، شرب الشيخ، مرسى علم، مرسى مطروح، الأسر أنا سايد جداً بالفرصة هنا عشان أشوف كيف تعمل المؤسسات في مصر وأقارن ما هو الفرق بين المؤسسات في مصر والمؤسسات في فرنسا والنمسا أكتشفت أن مؤسسة أبو العينين من أهم مؤسسة في مصر والمجتمع المصري وهذا أول مرة في حياتي أشوف مؤسسة تقدم مساعدات كبيرة هكذا للناس 250 ألف كيلو لحم للناس أنا سعيد جداً أن أشوف كيف مساعدات كبيرة هكذا يساعدوا كل العائلات في الجيزة المتطوع معي 40 فرد متطوع تمام جايين النهاردة مستم العينين تحت مظلة التحالف الوطن اللي عامل أهل التنموي جايين بتعلمات أستاذ محمد أبو العينين وأستاذ سمية إن إحنا ننظم أهلنا هنا ونسهل عليهم التوزيع تمام بجانب إن إحنا بفضل الله معنا مجموعة تانية بتمر على المزارع تمام بتنقي أفضل سلالات للحوم البلدي تمام وبفضل الله بنوزع كمان مع أهلنا هنا مع اللحمة سلع تمامية تبعها من سنين طويلة بصراحة خدمات اجتماعية علاج ظروف اقتصادية بيساعدوني أنا وبنتي كمان فبقالي سنين معهم لأن أنا من المنطقة دي بقالي 30 سنة فأحسن جمعية خيرية بتاعة الحاجة أبو العينين صراحة نطلب منهم حاجة بيأخذوا المستندات ويتأكدوا من الكلام بيدفزوا على طول بصراحة من ساعة ما بدأ وإحنا معي ومن ساعة ما بدأ ومش ما بينساش موسم بصراحة يعني إحنا على طول معي وبينجيله ربنا يبرك له هو راجل خير جدا في مزام حسنا يتقول اشتركوا في القناة